ألمانيا على المستوى الرسمي كانت ولا تزال في طليعة المواقف الغربية المؤيدة لإسرائيل في حرب الإبارة المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر المستشار الألماني قال إن لبلاده مسؤولية تاريخية لحماية إسرائيل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية لذلك تدفع ألمانيا سنويا أكثر من مليار دولار كتعويضات لها وما بين عام 1945 و2018 دفعت الحكومة الألمانية لإسرائيل ما يقرب من 86.8 مليار دولار لإسرائيل تحت هذا العنوان كما اتخذت السلطة الألمانية مواقف استثنائية داعمة لإسرائيل تجلت بوضوح بعد 7 من أكتوبر من خلال سماح الحكومة الألمانية بتصدير سلاح إلى إسرائيل بقيمة 354 مليون دولار أي بزيادة نحو 10 أضعاف مقارنة بالعام الذي يسبقه ولأن أمن إسرائيل ووجودها قضية أمن وطني بالنسبة لألمانيا ظهرت دعم الألماني ألا محدود أكثر من مرة حين كان شولتس من أوائل القادة الغربيين الذين زاروا إسرائيل لإبداء الدعم غير المشروط لها في حربها على غزة وعندما فرضت ألمانيا على المتقدمين للجنسية إعلان دعمهم لحق إسرائيل في الوجود لكن بعد أشهر من الحرب بدأت تظهر تغيرات في مواقف بعض المسؤولين الألمانيين حيث وقع 600 موظف حكومي في ألمانيا على رسالة تدعو الحكومة إلى إنهاء دعمها الأحادي لإسرائيل ووقف تسليم الأسلحة للحكومة الإسرائيلية فورا كما أظهرت استطلاعات للرأي في ألمانيا في الأسبوع الأخيرة أن ما يقرب من 70% من الألمان الذين شملهم للإستطلاع يشعرون بأن استمرار الحرب على قطاع غزة ليس مبررا واليوم ألمانيا في قفص الاتهام مضطرة للدفاع عن نفسها في لهاي ضد الاتهامات التي وجهتها نيكاراكوا بأن دعم ألمانيا لإسرائيل ينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي ترجمة نانسي قنقر